اشتركوا في القناة وتأخذ عليهم زي قصتنا النهاردة قصة اصحاب السبت قصة اصحاب السبت حدست في زمن سيدنا داود عليه السلام وبتكلم عن مجموعة من بني اسرائيل كانوا يعيشون في قرية ساحلية على شاطئ البحر وكان اكل عشهم وعملهم من صيد الحيتان والحيتان هي الاسماك وكان مسمح لهم بالصيد ستة ايام اما اليوم السابع اللي هو يوم السبت كان يوم مقدس عند بني اسرائيل وكانت الشريعة والطورة بتمنع الصيد والعمل في هذا اليوم وفي الطورة مذكور عند بني اسرائيل ان من صنع عملا يوم السبت يقتل قتلا ومن هنا كان الابتلاء والاختبار العظيم لبني اسرائيل كان الصيادين كل يوم بيطلعوا بمراكبهم علشان يصادوا الاسماك وكانوا زي ما بيطلعوا زي ما بيرجعوا اما يوم السبت فكان الوضع متغير كانت الاسماك تأتي شرعا قريبة من الساحل في متناول ايديهم تقرر الموضوع ده عدة اسابيع وكان في واحد صياد من بني اسرائيل من ضعاف النفوس احتال واستطاد سمكة وتركها في المية وربطها بخيط وربط الخيط في وتد واستنى عليها لغاية يوم الاحد وبعد كده تضحها وشواها واكلها وصعب في كرية تخفي القصة دي طويل ريحت شوي السمك وصلت لبني اسرائيل وراحوا للرجل وعرفوا الحيلة وكرروا يعملوا زيه وربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبهم زمنا طويلا لعلهم يتوبون ويرجعون وبدل ما يتوبوا من الزنب الكبير لم يستمعوا الى المؤمنين من بني اسرائيل وبدأوا يتفننوا والسمكة ما عادتش كافية وبقوا محتاجين لأسماك كتيرة عملوا المصائد والحواجز والجداول وكانوا بيسيبوا الغنيمة في الشبك يوم السبت ويجوا يوم الحد وياخدوها وبكل تأكيد سلوكهم كان عبارة عن خداع ومكر وتضليل وتحايل لكن على مين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وفضل الحال زي ما هو إمعان في المعصية لم ينتهوا عن فعلتهم ولم يستجيبوا للمؤمنين لما أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فكان العذاب الشديد والعقاب الأليم من الله عز وجل مسخهم الله عز وجل في صورة قبيحة في صورة قرد خاسئين وفي التوراة بخاطب الله بني اسرائيل ويقول لهم احتكرت مقدساتي ونجستي أيام سبوتي أكيد أنه خزي جديد في الدنيا وهؤلاء القردة لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا وسرعان ما ماتوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم يا يهود المدينة ما حل بأسلافكم من بني اسرائيل الذين كانوا يسكنون في القرية الساحلية فعصوا أمر الله ولم يعظموا السبت المقدس واحتالوا ومكروا وخدعوا ليصطادوا الأسماك يوم السبت فوضعوا الشباك والحواجز وحفروا الحفر والجداول وكانوا يتركون الأسماك يوم السبت ويخرجونها يوم الأحد فلما فعلوا ذلك مسخهم الله عز وجل إلى قردة منبوذين مطردين خاسئين ذليلين وحذرنا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم من شهوة البطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير ما بنسمع أن اليهود هم حفدة الكردة والخنازير وإحنا عارفين أن الكردة الممسوخين من بني إسرائيل لم يتناسلوا ولكنهم ورثوا منهم طباع الذل والمكر والخداع وصف الإمام الحسن حال أصحاب السبت وقال أكلوا والله أوخم أكلة أثقلها خزيا في الدنيا وأطولها عذابا في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيال عمل أصحاب السبت هو امتثال ظاهري لأمر الله عز وجل بعدم الصيد يوم السبت ولكنه خروج عن أمر الله بالتحايل يا ترى إحنا كمسلمين بنقع في هذا للأسف الشديد حال بعض المسلمين أشبه بحال أصحاب السبت حولوا الربا لفوايد والعري لموضة والخمر لمشروبات روحية ده غير إن في جماعة من التنويريين فاقوا ذنب أصحاب السبت بيطلبوا بإلغاء الشريعة واستبدال الشريعة بالقوانين المدنية فضيلة الشيخ الشعراوي بيقول لم يذكر في القرآن الكريم سوى يومي الجمعة والسبت الجمعة اللي هو عيد المسلمين والسبت اللي هو اليوم المقدس عند بني إسرائيل والجمعة من الجماعة والاجتماع والسبت من السبوت والكمون والهدوء وقصة أصحاب السبت من القصص المتواترة ومن التراف عند بني إسرائيل فقال الله عز وجل ولا قد علمتم قصص الكرآن بناخد منه العبرة والعظة والمتعة والفائدة والقوات المسلحة المصرية أخذت منه معاد حرب أكتوبر المجيدة اللي هي حرب يوم الوفران كان يوم السبت اليوم المقدس عند بني إسرائيل جزاكم الله خيرا ت им Ranger ترجمة نانسي قنقر شكرا